وطنحكيو عليها مو طولا اكيد اذا كن يسمحلي الوقت بتبيع اشرف البرهومي صباح النور مرحبا بيك صباح النور وسرور هاي فاسباحي النسكو اللي اسمو فينا كيما قلت انت يخبليك اليوم هذي اخر حلقة قبل شهر رمضان هذيك علش نحاولو بش نحكيو على ابرز الاعمال الرمضانية دونك البرح كن نحكينا على زوز اعمال رمضانية زوز سيد كوميات بتتعديو على قناة نسما واليوم عنا جديد اكيد عنا جديد وماكش واحدك وطنحكيو بعد شويش كون جبتنا معاك اليوم في فقرتنا ستار ترينتز تونس علش نحبوها اسئل تونسي متغرب علش يتوحي الصباح هو رفماك ورفماك هو الصباح رفماك رفماك مني للجمعة من السبعة للتسعة ونص خلي صباحك كون خلي صباحك رفماك ضحكة تنبيرة وكلا عبركم وطي مخا بارو موسيقى والمار واشقالوا لستار الكل معرر معنا أشرف البرهومي كيما تعودت كل صبت وحد اليوم في اخر حلقة من ويكاند على كيف قبل برمجة رمضانية مرحبا بكم من جديد وبضيف تك زيدة أشرف جو بونجور هيفا كيما قلنا قبليك البرح حكينا على زوز أعمال كوميدية بشي تعديو في شهر رمضان على قناة نسمة الجديدة دونك زوز أعمال لدوم كابتن ماجد وكيف كيف سبق الخير وفاما عمل الإخير قاعد يتصور حاليا في دبي أولاد الحي في دبي إنتاج مجد الحوسيني إخراج مجد السميري في البطولة نقاوى تارق بعلوش سابر سيزار كيف كيف معهم أحمد لندلسي دونك ستكون الكل بقاعد يتصور حاليا في دبي وما نجموش نحكيو على الأعمال الكوميدية ما نحكيوش على واحدة من صناع الضحكة في تونس دونك تبعناها على امتداد سنوات في التلفزة التونسية كيف كيف شفناها في أكثر من عمل كوميدي دنيا أخرى إن شاء الله مبروك وآخر أعمالها زينا وعزيزة لأكيد نحكيو على المتألقة والجميلة والرقيقة أروة بن سماعيل صباح النور صباح خير صباح الفل مرحبا يا لله نورتنا عايشكم بكم مرحبا بيك في الدوائر نورة بوجودكم مرحبا مرحبا وبك عايشك وتذهل ألوين من ساعة دوائر كيف قلنا نحكيو أخبي لك آخر أعمالك أروة زينا وعزيزة كيف كيف السناء تبارك الله نشاهدو فيك على امتداد الموسم الحالي على قناة كرتاج بلوس نشاهدوك في برنامج سكرلي البرنامج كل نهار الثلاثة على قناة كرتاج بلوس مع علي شابي وبقية المجموعة كيف يقولوا جاية زعبة نحصل لذول أنت مشيت نفيتي حصلت وليت خونيك أنا مشيت نفيتي عاش بك الجو أنا عجبني جو وهم عجبهم الجو معناها كانت السهرية ياسر مزينا بوجود هشام لنا قاتي نجلة تونسية عمك الهيدي زيدة عمنا جو مبعضنا يا أخي كانت الفكرة من من علي ومن ليكيب كاملة معناها علش ما نكونش موجودة معهم والحقيقة لبيت الدعمة ديريكت في وقتها معناها لما فلت حد شيء وكما نقوله يعني البخودوي خرج ياسر مزينا في التلفزة خاصة ديوه مع هشام الناجاتي برش عبيد خالوا ياسر خرجوا على بعضهم أرواب إنسماعيل وهشام الناجاتي حتى الفيديوهات متاع تيك توك قاعدين يتبرتجوا برشا على موقع التواصل الاجتماعي تعرفوا بعضكم من قبل أنتي وهشام ولا جزء تعرفتوا على بعضكم في الليميشون ومن وقتها تخلقت كيميا كبيرة خرجت للمشاهدين لقوا لحقيقة أنا هشام أقبل معناها معرفتي بيها معناها نتقابلوا في ديز افنمان ما ما كانتش عندي معناها معرفة كبيرة بيه كوا في كان في البلاتو تفهمنا على الأخر خطر معناها كان تبع في البرنامج ما فيهوش لا تقطيع تريش في برشا شتيح برشا ضحك برشا موزيك برشا جو برشا تفادلي برشا تيك توك زياد هاي هاي كوا معناها لقينا رويحنا في الامبيانسة ديكا ونا الحقيقة منحبش يسرك الحديث وذوكم ده شون فازت كل نضحك شيخ نعمل جو وفزاني مرتاح او خاصة قميليك كاروة قلت انتي لبيت الدعوة سكرلي البرنامج اش بيك ما لبيتش الدعوة لأعمال رمضانية كسواء الكوميدية ولا الدرامية ولا ما جاكش اختراح سنا انا كي تجيني الدعوة لبي الدعوة ما جاتنيش الدعوة ما ليش نشوفوك في حتى عمل كوميدي خلينا نحكي وعلى زلطان بعد خطر فاما حاجة اخرى دون قاعدة ما استدعونيش دونك ما تراشي روحك في هل يراوك ولا ليه هذا هو السوئل هذا هو السوئل هاي بي مربط الفرس هان الراف يروحي وما في يراوني عام كامل لما في رمضان سبحان الله هنغيب عن الانظار وعلى الفكر وعلى كل شيء والدراما الدراما كيف كيف تينا ما تسمي معناه على الأعمال كوميدي وهاني مانيش موجودة وليه انتي قلت دراما ونقاتنا توقع كيفش أروى في دور الدرامي لا والله ما عندك حتى فكرة نتخيل والله بالحق انا بدي نتصورها في معره بيعة تاكيلي في جبل الأحمر نتصور أروى بن اسماعيل كانت تعمل حاجة يصير مزيانة خاصة مع التشكيلة وانا أروى نعرفها يعني في الدنيا كنقول جبل الأحمر نتصور يعني بلاس أروى انا بدي توقعت تكون موجودة أروى لكن يمكن الكاستينج مراوش فيه أروى بن اسماعيل وبالحق حتى في أدوار كنت تراها مثلا في مستسل حرقة كانت تجيب دور مزيان برشا زيدا عليش ما شافوكش بالحق أروى ما حليك وعندك طاقة مزيانة برشا ونتخيل في بلاتو عندك إضافة ما كان معناها طاقة من الشكون ولا يكون المخرجة ولا يكون الكلام اللي قعد يوصل للمنجين والمخرجين إنه أروى بن اسماعيل ما تقبل كان أعمال الكوميديا دونك النجم يكون عندهم دراية إنه أروى مثلا ما تخدمش في الأعمال الدرامية هذيك عليش في الأعمال الدرامية هذيك عليش أغلبية المخرجين يتفكروها كان في أعمال كوميديا أنا عمري ما قلتها أشرف عمري ما قلت معناها أنا ما نحبش نخدم دراما وإلا ما ننجم هيش ولا ما نكونش موجودة معناها بالعكس ديما أنا نقوم بالدعوة معناها أنا نحب نكون في أعمال درامية أدوار معناها الدرامية لني نجمهم لأني بالأساس أنا ممثلة أستاذ تربية مسرحية أستاذ تربية مسرحية وحتى قبل معناها في معناها كانت عندي مشاركات في الأعمال التخرج في أدوار الدراما ما هيش كوميديا نرى أروة تشد لك مونولوغ ومتاع 35 دقيقة ماشاء على فرد جنج بارك الله عليك نتخير السوف الموجود حتى لو كي نظميما هكا في الحج موصي غير ما يقركز تبرك الله عليها لها لوبة المسارح عيسك لغالب ولاي بالحق لكن هاو عنا جديد عنا جديد العباد اللي ما همش يشوفوا أروة بن سماعيل في التالي زي نجم وشوفوها على الديجيتال فما كابسول يسر مزينا قاعدة تحضر فيها أروة بن سماعيل ونعرفوا لي هو طوال المستقبل هو الديجيتال خاصة مع أروة كنا نتفكروا نجاحاتها في السكيتشيت اللي تعديوا في التالي زي كي سواء على قناة الحوار التونسي أو على قناة التاسعة دونك فما حاجة جديدة سنة في رمضان كابسول جديدة مش نشوفوها مع أروة بن سماعيل وقتاش بش تتعدى وكيفاش بش تتعدى أروة أنا قررت كوني ندخل إلى عالم الديجيتال وتلبي لعوة الديجيتال ولبي دعوت الديجيتال ولبي دعوت الديجيتال ولبي دعوت روحي ما أنا يعرفت كلمة استاد مونيش أنا استادمت روحي واحدي في داري عملت داري واحدي أي فهمت؟ تلفزتك؟ تلفزتك أسمع؟ وبش يكونوا بحذية برشة ديف فهمت؟ كل يوم ماذا؟ هي بش تتعدى نهار بنهار في رمضان بش ربدة معناها الحلقة الأولانية أول نهار في رمضان والكابسول هذية بش تتعدى معناها نهار بنهار يعني خمستاشن حلقة على تيلت شهر رمضان على تيلت شهر رمضان التوقيت بعد شقة عن الفتر قبل شقة عن الفتر بعد شقة عن الفتر دونك عشين يوتيوب متاع أروة بن سماعيل ولا الشركة المنتجة للكابسولة ذا؟ لي على الشن متاعي أنا لشن يوتيوب أروة بن سماعي ما شاء الله كيفش نتخيل في أصحابك؟ بش تستدعي كما ذيوف ولا ذيوف ممكن مانيش متوقعين يكونوا حاضرين هكذا ما نتوقعوش معناها مع أروة مثلاً رياضي ها؟ بوكوبا؟ سبورتيف؟ هاي عندي راو رد بيلك اي 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 بايشي بايشي بايش يكونوا فهمة؟ فهمة هكا ولا ليه؟ نشمها بش تك حصش مضاحقوية بش تكون في شكل فردي ولا بش يكون معاك شخص آخر بش يكون معايا شخص واحد آخر اللي هو عمر توتي هو بالأساس سيناريس سيناريس تبارك الله علي عمر اه اي وكانت عنده هاكا مشاركات صغيرة عالية في التلفزة وفي السينما خادم زيدة مسرح فانا اعطيت الروحي الفرصة هذي وعطيته لي هو زيد الفرصة كونه ايمثل ويظهر كتيبته هذية بالخدمة متاعه وان شاء الله يا ربي انا متوسمة الخير منها في العمل لهذا لا يكيد يكيد فما كان الخير ارو انت اخترت انه يعني مش يكون معاك وجه غير معروف او انه انت كما نقوله قدمت الدعوة لبعض النجوم اللي في الكوميديا لكن ربما بحكم الالتزامات او هما ما حابوش يخدم معاك او انت حبيت تعمل حاجة جدا راو نجم وننشحوا بعبيد ما هم مش معروفين اي انت تكفش تحبني نجاوب هو لما حالا اعطاك هكا بعض بعدها خيرك خيرك مش تجاوب جاوبنا الوضع اه منحبش العصبيك مالي بازال بكريت تقول انت العشرة اي درجي نارك عصبيك اهو لحقيقة فما حتى كلاش عالاخويه تو يجيك فما كلاش عالاخويه تو يجيك ما كتعرف مالي اسيق لحقيقة لبيت الدعوة فما اسمي فما بعض الاسمي اللي حابت تقولوا وانا شمتشاروا أسماك ايوه لوجهه أحمر نعرف عنده أسمي هي حابة يكونوا معها أعباد معروفين لكن كما نقوله نحن بلغتنا العامية إنه جبدوا بها آخر وقت لهذا ما هوش بيه لأنه نعرفه المسرح والفن التزام أو لا يكون لكن تبركر له أروى اليوم مزلت مواصلة في العمل المتاحها مش نشوفوها وإن شاء الله أول حلقة بش تكون نهار لخميس نهار أول نهار في رمضان وفهم حاجة اخرى مزينا ذاك عليش نحنا فرحانين برشا انو اروى معانا اليوم اسباح في الويكند وفرحتنا بش تزيد تكبر على الخاطر بش توليو نسمعوها كل اسباح على ديوانا فهم دونك مرحبا بيك اروى بنسماعين نورتنا وخرج تعليق الديوات. اه البلو يليقوا بيها. يليقوا بيها جدا. يليقوا بي. الحمد لله ان شاء الله تجربة هذية تجربة جديدة بالنسبة لي انا. اول مرة في الراديو. اه ان شاء الله نكون خفيف اه ان شاء الله نعرف اه. تخبريتم مع نعم. انت باين ايدي امينا. بش تكون مع سامح مفتاح في ناس ديوان من الاتنين للجمعة تبارك الله من سبعة متع صباح للعشرة متع صباح. بش تقبكري. التشكيلة يسر. لانا راني ما سينالم فيقبك. لما يعني. ايكي. لانك التشكيلة يسر مزينا سامح العميد الاحمد. دونك تبارك الله بش نجد وزيدة نشوفوا المتعلقة اروى بن سماعيل في ربريك ما شايفوهاش بشكون زادة حاضرة على امتداد الحلقة دونك العبيد الياس ما فيك اروى فاش يستنيوك اصباح على ديوان افام شنية الحاجات الاسبيسيال توش الاسبيسيال متاع اروى بن سماعيل الصباح في شهر رمضان. اه هو لما حالك حتى فرد يو بش نقول معناها ما هيش دراما اكيد. ايس يخطوص الصباح وعبيد ما زالت هكا مراهوجة وتعرف انت في رمضان عرفتك اللي اللي تمس وتسمح حستو. ذي اللي ما معروف علينا. فش نحاول انا ربريك هذية تكون فيها اه هي كريتيك امره وبفيانة وبشوية اذمار معناها ما غير غش. معنا راني النجم اذا كان انا كنت موجودة في اعمال رمضانية راني النجم حتى تكون نبر بلغتنا احنا معنا نبر حتى على روحي. فهمت? دونك هذي رسالة للكل الفنانين وكل صنعات. ايه ربي ما غير غش. ربي ما غير غش. ما غير استاتيوت. ما غير استاتيوت. ما غير اه. ومالاخرية بش لبي الدعوة في يوم من ما. معناه مش على خاطر انت بش تقول كليما الدعوة ما تتوجهش. هكا ولا لي. لي لي لي. مراني بمحبة. كل حاجة في بلاستها. صحيت. بمحبة اه اكيد معناها بش تكون فهمة. اه فهمة حاجات في ديز اميسيون في اه في المسلسلات في اللي سيت كام. فمز نفلتة صغيرة هكا بش تلقاها موجودة فهمت. فمش نحاول اينا بضحكة وتفيدليكة معناه راي ما هيش في شخص حتى حد نعاودها من تعوه راي ما هيش بموجهة في شخص حتى حد ولا في شخص حتى ممثل. هو اللي معروف على اروة بنسماعيل بصراحة كنقوله ابنينج في تونس نقوله اروة معناه يا حد ما يقدل ابنينج في اي برنامج تلفزي كما اروة. وشخصية المركبة. وش نحكيه على شخصية مركبة ما غير اروة بنسماعيل. والتفاعل مع الضيف يا حتى الضيف ساعات كي تدخلو اروة يدخل بعضه. يتعرف اياه كيفيش. بكال تاكو تاك زيدو كلي ما يزيد يدخل بعضه اكثر. معناها المواقف مزينا برشا مع اروة يصيرو. فما مواقف يعني كنحس هكا روحي متخلق شوية نحط هالسيكنس اللي كانت مع الفنانة هالا نور وقت اللي اروة بنسماعيل يعني بالحق السيكنس هذي كابداع اليوم وقت اللي نحس روحي هاكا ساباباولينج نحط السيكنس نتاع هالا نور واروة بنسماعيل وقت اللي هي الفرق ما بين المرأة التونسية كيفيش اه حبلة او المرأة اه نوعا ما الاجنبية وفي بالك انا نهارتها قاعدت جمعة كاملة اه لنجرم نيكل لنشرب على خطر الفحم وقت هو الصابون كليتو. بالحق. جيت عرفت قد شي مانال جيد زعم. قلب وقالب. ايه 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 تتخل في الشخصية. ايه ندخل في الشخصية سيئة نخرج معنا ما عادش اروع. عايش ساعات 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 الان في تي ام بعض يقول انا اروع كيك نقول خطيني. منيش اين. معنا سمح مفتاح رد بالك قل. ايه. ايه. سيخطول عميد واحمد. اه تشكيلة ياسر. اه لي والله احنا تقابلنا معنا عملنا غين يوم. معنا بش نحكيو في الخدمة وكل. اه يسر عملنا هو في الغينيون وعملنا برشة جو. رد بالكرا والعميد عنده نقشات هكرا وام لا تصير على البال على الخاطر. لاني بحذرة روحي بحذرة. توقع ديني خرجو له دي زيكستري العميد. ما شاء الله عليه. تخدموه في وسائل تواصل اجتماعي ولا شخصية اعرفتك المرموقة في المجتمع وعنده هكا فلاتيت مزيانة واخلوة. سبر الاراء. دونك برك الله عنده شعبية كبيرة. عنده شعبية كبيرة. ديوب بشيكون ياسر مزيان مع اروة. ناشي ديوب شوينا جميعتي. ايه ناشيكون في المتابعة من هارلور بإذن الله. ناشي لأبنيك شني بش تعمل شني بش تلبس ولا شني بش تحذر كفقرة مزيانة. هي الفقرة اسمها ما شافوهيش. نايا في بلا بكل شي. ما سمعتكم. يعني سمعتكم راني ينتبع راني راني ينتبع. كيفيش يحكي ذايا. على الأصف ماذا بينزيد نحكي أكثر لكن عام حبيبي يقولي أكها وقايت علينا. آآ شوفت التعاسف لي عنا آآ آآ رد بي الكراه. ماني بوش يجي نهارن والإنتره. موضوع وقت مش مش حاجة واخرة وتطف مش معناها الريتم والوقت. شكرا لك أشرف. عايشة. بالتوفيق لي كنتي. فرحانة برشلة تنظم للفريق معنا في ديوانة فهم شكرا لك أشرف البرمومي. مرسي هاي بشرة رمضانكم مبروك الناس كنت قابل ويكاند جي. وبتبيع في الويكاند جي موجودين ومش نساميوها. نجوم الويكاند. نجوم الويكاند وكونيش أروى تكون النجمة. نجمة. مش الويكاند كامل الأسبوع. تحكينا. تحكينا. ما معناها كالتجربة كيفيش عاشتها واشنية هكا تقعد لها منها من ثلاثة يم لولانين يمكن هو ينهارين ينهارين ثلاثة. ويطلع الشر صحيح. وقامت السباح فكري. وهيا يلا وقاية الأخبار توتسويت. وشكرا أن يكامل الفريق بعض لحظة تقاورة. فعيفة بن عمر نقولكم رمضانكم مبروك. نطلقا ونهار السبت بإذن الله في ويكاند على الكيف في البرمجة الرمضانية.